بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات الأخوة العلاميين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدلا لجهودكم الكبيرة وهذا الصبر وهذه المطاولة والحس الأمني والعمل بمهنية عالية لنقل الحقيقة إلى العراق وشعب الأبي لحت هذه الساعة الآن بعد التاسعة بدقائق عمل المفوضية على المستوى الفني حقيقة وهذا مهم جدا تم قراءة ونقل معلومات تقريبا 31 ألف محطة من مجموح كل 35553 يعني قاربنا منها تقريبا 20 دقيقة القادمة تنتهى عملية مهمة جدا اللي هي قراءة المعلومات وخزنها بالأجهزة ثم نقلها عبر الوسيط الناقل إلى المكتب الوطني وهذه حقيقة مهمة جدا لأنه توثق كل عملية الانتخابات العامة الإشكالات اللي صارت بالتصويت الخاص اليوم نهائيا ما موجودة هذه الخطوة حقيقة الآن تمهد قطعاتنا البطلة تعمل من الآن أي محطة تم إرسال معلوماتها وتم إكمال عصر ذاكرة ونقلها نتحول إلى هذه المحطة اللي تم إكمالها إلى عملية نقل الصناديق من مراكز الاقتراع إلى مخاز المفوضية بالمحافظات قسم من النقل الجوي مناطق البعيدة بدأنا به حقيقة قبل تقريبا 30 دقيقة القسم الآخر ننتظر إكمال ما يتعلق بعصر ذاكرة للأقضية والنواحي المجاورة اللي تأتي أما برا أو بالجو قد قسم من نقل عصر ذاكرة جوا قد يتأخر ساعة أكثر أقل مبنية على الظروف الجوية لكن للعلم مسألة وقت عصر ذاكرة وتأخيرها من عدم ما لا علاقة قانون المفوضية يتعلق بإرسال المعلومات خلال ست ساعات الآن بعد تم إغلاق المحطات بالساعة السادسة الآن لحد الساعة التاسعة وصلنا إلى أكثر من تقريبا راح نوصل 85-90% من المعلومات تم إرسالها بشكل سليم إلى المكتب الوطني قطعاتنا البطلة مثل ما لوهنا بثلاث مؤتمرات لا زالت تعمل بصبر بمطاولة مستمرة منذ أيام وبمهنية عالية بتنسيق عالي جدا وفعال ومثمر مع المفوضية وما يتعلق بفقرات قوانينها وتعليماتها وصولا إلى إكمال نقل الصناديق جميحة إلى مخازن فوضية بمحافظات وإيصال عصى الذاكرة من المحافظات سواء جوا أو برا خلال الساعات القادمة إلى المكتب الوطني في بغداد إذا أكوا استفسار السلام عليكم الفارق الكبير أخوان بالتصويت الخاص صار خلال فني بقراءة وإرسال المعلومات ألكترونيا بالوسيط الناقل إلى المكتب الوطني وبالتالي بعد مرور سس ساعات وفي قانون الفوضية إذا لم يتم إرسالها يحول الموضوع إلى العد والفرز اليدوي لذلك نسبة تقريبا 30% من المعلومات التي أرسلت للمحطات أرسلت عصد ذاكرة لهذه المحطات التي تم قراءتها إلى بغداد أما التي لم تكتمل بالتصويت الخاص خلال سس ساعات وفق القانون تم تحويل الموضوع إلى العد والفرز اليدوي إلى مخازن فوضية بالمحافظات مع تعليم أو تأشير هذه المحطات التي لم ترسل بلون أحمر وعزلها بالمخازن للقيام بالعد والفرز أما هذا اليوم بالتصويت العام لحد الآن الأمور تسير بشكل ممتاز أقوله ممتاز وفق الوقت القياسي اللي هو مسموح سس ساعات نحن الآن ثلاث ساعات وصلنا إلى تسعين بالمئة من إرسال كل المعلومات بدون أي خلل ووصلت إلى المكتب الوطني إرسال المعلومات بشكل سليم معناه أنه عصد ذاكرة تم إكمالها أو ما يسمى الفلاش أو الهارت تم إكمال معلوماتها لكل محطة ويرسل من المحافظات إلى بغداد أما برا أو جوا وبدأنا بهذه المرحلة الآن وننتظر الساعات القادمة لإكمال كل عصد ذاكرة إيصالها ونقل كل صناديق الاختراع إلى مخازن مفوضية السلام عليكم وعليكم السلام هل تستعين قوات العراقية بطائرات حتى تؤمن نقل الصناديق إلى بغداد لا لا من استعين عندنا طائرات القوات الجوية الأبطال من ثلاث قواعد رئيسية بالعراق تنقلها قوات جوية لكن هذه القواعد يتم نقل من محطات فرعية من أغضية من نواحي ببسط طيران الجيش يعني بشكل أبسط طائرات الهليكوبتر تنقل إلى قواعد النقل بالقوة الجوية بطائرات النقل السيمية والثلاثين أو السزنة تنقلها من القواعد الجوية إلى المكتب الوطني لذلك لا نحتاج أي معونة أو طائرات أخرى غير الطائرات العراقية حقيقة هذا موضوع خصوص فوضية بأرقام نعم الساعات الأخيرة بدت حقيقة أكو إقبال أكبر وبدت تصعد النسبة النسبة تفوت بين محافظة أخرى لكن كرقم وكنسبة حقيقة هذا يحتمد على المفوضية وبعد قراءة كل المعلومات وخزنها وأتبين بالساعات القادمة النسبة الدقيقة لكل محافظة والمجموع الكلي شكرا لك حقيقة العملية بدت من الساعة السابعة صباحا لحد إغلاق الصناديق لهذه الساعة بعد الساعة التسعة ما عدنا أي خرق أمني بعموم العراق الخرق الذي صار بالنجف ساعة ثلاثة تقريبا فجرا قبل العملية رمانات صوتية في قرب أو محيط أحد المدارس في المراكز وهناك عمل أمن استخباري لتشخيص اللي قام بالعمل أما من بداية الاقتراع العام لحد هذه الساعة ما عدنا أي خرق أمني أو استهداف أو تحكير لهذه الأجواء عدنا مخالفات ذات علاقة بالأمن الانتخابي في عموم العراق وتم التعامل معها بشكل قانوني تتعلق أما بترويج أو بيع بطاقات أو جمحة والتأثير على الناخبين داخل المحطات أو بين الكيانات بعض الاشكالات اللي صارت أو ممثلي الكيانات حتى أكون دقيق وتعاملت معها قطعاتنا وفق القانون بشكل مهني عالي وتم اتخاذ جراءات القانونية بصدته أخوان سيادة طريق رياضي عن مراسل في عد العهد ورصد ثلاثمية وثلاثة مخالفة خلال عملية تصويت العام ما هو الإجراءات القانونية الذي سيتخذ بحق مروجي هذه الكيانات وشراء بمهند سيتم إجراءات المرشحين أماذا سيكون إجراءات بحق هذا حقيقة تتخذ إجراءات قانونية وفقا للمخالفة مع المفوضية مع القضاء يتم القرار على هذا بعضها ما ترتقي إلى بعض مرشح حقيقة مخالفة قانونية تتعلق ببيع بعض البطاقات أو جمع عدد قليل أو محاولة إغراء بعض المصوتين بمواضيع معينة لذلك على مستوى الخرق وعدد وتأثير على الأصوات يتم التعامل مع هكذا حالات حقيقة العملية تستمر إن شاء الله بعد إكمال إيصال عصد ذاكرة للمكتب الوطني في بغداد ونقل صناديق الاقتراع بشكل كامل إلى مخازن المحافظات تبقى قطعاتنا البطلة بواجب حماية المخازن بقوة كافية لانتظار النتائج وإذا أكو طعون إذا أكو أمور تتطلب العدوى الفرز اليدوي تبقى هذه مواد وثائق مهمة ذات علاقة بالنتائج المقبلة وتستمر قطعاتنا بهذا عملها المشرف لكن عملية المراكز والمحطات وموجود مدارس تنتهي بعد انتهاء النتائج وأعلانها وتفريغ المراكز الانتخابات من كل مواد المفوضية دكتور حقيقة من الأمانة كثير من الأمور التي تم طرحها أو تداولها بوسائل التواصل أو التي نشرت بعد تحليلها طلعت الانتخابات سابقة بتواريخ قديمة جدا لأنه حقيقة من مجموع الأوراق اللي موجودة واحدة منها مع الناخ بتدخل فقط ورقة واحدة وموضوع التيشير عليها بهذا العدد الكبير هو لأمور صارت اعتقد بال2018 ولهذا موضوع الهاتف ممنوع نهائيا إذا صار أي تصوير أو ما يخالفه راح يظهر بالكاميرات المراقبة اللي داخل المحطة كل العراق كل المحطات كان هناك ثلاث كاميرات لكل محطة ثنيا داخل المحطة وتحتبر مادة ووثيقة قانونية للعودة إلها بعمليات الطعن أو الشكوى أو أي موضوع ذات علاقة والكاميرا الأخرى تكون فيه مدخل أو باب المحطة أي باب الصف قطعاتنا البطلة بعموم العراق ومنها كاركوك مثل ما تعرف فترة طويلة ما كنت خابات أدت دورها بشكل رائع بمهنية بوطنية بكفاءة على مستوى أو خط واحد من الجميع ما عدنا أي خرق في كاركوك حقيقة قطعات الحشد هي منظومة أمنية قانونية موجودة في عموم العراق اشتركت بواجبات كثيرة ومختلفة في هذه الفعالية والاستحقاق الوطني لكن الأطواق الثلاثة للعلم هي بها اختصاص لذلك قد من الناس اللي تسأل الطوق الأول هو حماية منشآت المقصود بالتفتيش اليدوي الطوق الثاني هو من الداخل اللي غرض المراقبة والتفتيش لكن الطوق الثالث الأخير اللي أبعد عن المراكز هو طوق قتالي كان حصرا من الجيش أو الشرطة الاتحادية دور الحجد الشعبي كبير بمسك المقتربات القواطع تأمين القواطع الأخرى وبقطعات احتياطية للتنسيق مع القادة اللي موجودين سعيد سؤال أخير مصوص الدور الفيش مرقبة كانت مشاركة بهذه العملية كيف كانت تعاملكم وتعاونكم مع القواطع الحقيقة هناك موضوع مهم اللي هو هناك مراكز انتخابية للتصويت الخاص كانت داخل قليم كردستان هذه أصلا خصصة لمنتسبي قطاعات البيش مرقبة أو داخليتها اللي هما أصلا نفوسهم وبطاقاتهم على محافظات أخرى لذلك أدلوا بالتصويت الخاص داخل محافظات الإقليم لكن النتائج والأوراق تم جلبها إلى محافظات الموصل مثلا كاركوك ديالة كان لهم دور كبير جدا المراكز المشتركة حمتها داخلية الإقليم بالتنسيق مع القيادات المجاورة وكان عدنا عمل مشترك واجتماعات وعمل تفصيلي لتأمين هذه المراكز وإيصال المواد الانتخابية مقابلها اليوم في بعض المحافظات هناك مواطنين أصلا بالإقليم لكن صوته وبطاقته داخل المحافظات خارج الإقليم كان هناك مواطنين وصلوا إلى زمار إلى سنجار إلى تلحفر إلى قسم من ديالة لذلك هي عملية تخص كل العراق ولهذا حقيقة اللجنة الأمنية العليا ارتأت أنه ميصر حضر تجوال لا يوجد غلق للمطارات ولا المنافذ وهذه حقيقة جنينة ثمارها بأنه كانت حرية كاملة المواطن بالتنقل أو بالإدلاء بصوت شكرا لكم شكرا لجهودكم شكرا جزيلا